طب لو روحنا لمشكلة يعني احنا تقريبا اول مرة حنتكلم عن المشكلة دي في البرنامج هي مشكلة الدوالي السطحية الدوالي السطحية من المشاكل اللي بتقابل ستات كتير وخصوصا بعد الحمل والولادة المتكررين او الناس اللي هي بتقف فترة طويلة زي اللي بيشتغلوا مهندس مثلا بيقف مهندس مدني في عنده فترات طويلة من ان هو او هي كمان على فكرة فيه ستات كتير بتبقى تشتغل المهنة دي وبتقف او مدرسها مثلا ينس بتقف وقت طويل هل الدوالي السطحية دي فعلا لها علاج وهل في بدايتها بيبقى اسهل بكتير من لما نقعد فترة او طبعا كل ما يعني كل ما اكتشفت السبب بدري وعرفت طبيعة يعني هي مثلا السبب الاساسي ان هي بتقف مدة طويلة نحاول نقول لها لقد ما نقدر ان احنا يعني نقسم الوقت شوية شوية قليلي وقعودي شوية بالضبط الفترة اللي احنا قاعدين فيها بلاش على طول تبقى يعني رجلينا نزلة طيب احنا وصلنا للمرحلة بتدى يباني الدوالي على حسب بقى المنطقة بالضبط وعلى حسب هي يعني فيه ناس كمان ما بتبقاش مشكلة دوالي نفسها على قد ما هي مثلا بتكون علامات بتكون نتيجة ان هي حاجة اعمق شوية عندي دروقتي الليزر بتدى يحللي المشكلة دي بس المهم يكون السبب بتاع الدوالي اللي هو حاجة فسكولور حاجة دموية اللي هي علاقة بالاوعية الدموية يعني الموضوع بيتحل معي يمكن بياخد وقت شوية اربع او ستة جلسان بس بوصل لنتيجة مرضية بنسبة كدير بتعملي ايه يعني بدخلي حاجة تحقينيها مثلا ولا بتمشي على حاجة لا احنا بنشتغل بليزر بطول موجي معين بيبتدي ان هو يعالج شكل الدوالي دي جلسة عن جلسة بلاقي الدنيا تحسنته كل ما مشيت على التعليمات مظبوطة يعني مثلا ان انا هرفع رجلي فترة معينة في اليوم مثلا هاخد بريك شوية كل الحاجات دي بتخليلي اوصل للنتيجة اسرع طب يمكن فيه ناس كتيرة قوي بتقول ان برضو الهايفو البلازما جل بيسمعوا عنه كتير جدا في حوار التجعيد وكذا مشكلة طبعا التراهل والتلام ده عايزين نعرف برضو هو يعني بيعمل ايه تاني غير اللي احنا عارفينه هي الجد بلازما جهاز عمل تغيير في علامة تجميل كله الجد بلازما في البداية خالص كان الوظيفة الاساسية بتاعته واستيل طبعا ان هي ان انا بتدي اشد بها تراهل الجفون والتجعيد اللي تحت العين المنطقة اللي حواليها جهاز سحري ده اللي بيصغره وترجعيش عوضني تماما عن العمليات الجراحية والهايفو برضو والهايفو نفس الكلام الجد لازمة معايا يعني هو هو عبارة عن قلم فيه قطعة معينة فيه قطعة معينة للمنطقة بتاعت العين فيه معايا بقى قطعة هيلة جدا معايا هو صورته بالضبط الكطعة المدورة الاخيرة دي دي ببدأ دلوقتي ان انا استخدمها ببتدي تعملي نظارة الناس اللي عندها منطقة الديكولتيف الرقبة مثلا فيها خسط او السن كبير شوية فابتدي يبقى عندي تجعيد خفيفة بيبتدي ان هو يحسن المنطقة دي لان فيه مناطق معينة انا مش اقدر اشتغل عليها بجهاز الهايفو مش اقدر اعمل فيها جلسات مثلا مش اقدر احقين فيها فلر الناس اللي اديها بتبتدي مثلا يحصل فيها شوية جفاف كل الحاجات دي انا ببدأ اعالجها بالجوت بلازمة الوش برضو ساعات بستخدمه ان انا ببتدي احفز الدورة الدموية في منطقة التجعيد السطحية الخفيفة خلصة اللي هي الفاين لاينز في البداية بقدر برضو اعالجها بجهاز الجوت بلازمة بالقطعة دي عندي بقى جهاز الهايفو جهاز هو جهاز الجوت بلازمة ليزر الهايفو هو جهاز سونار الوظيفة الاساسية بتاعته ان انا ببتدي اشتغل على حسب العمق بتاعه انا هوجهه للخلايا الدهنية افت بي دهون ولا هوجهه لمنطقة العضلات اشد بي الوش ولا بالضبط ولا التجعيد الخفيفة الهايفو زي ما بقدر استخدمه في منطقة الدبل تشين ومنطقة الوش انا ممكن استخدمه كمان على مناطق السمنة الموضعية اه هنا هنا معنا الجهاز بالهايفو ده شكل الجهاز الهايفو القطعة اللي علمين دي دي القطعة المخصصة للواجه القطعة التانية بتاعت الجسم دي اللي مهمة جدا عشان السليوليت والستراتش ماركس والتراهل حلو جدا بتوصل لحد عمق 13 بالضبط هو اعمق يعني على حسب انا هوجهه انا هستخدمه ايه يعني انا هستخدمه على الجسم منطقة فيها سمنة موضعية انا محتاجة اوصل لعمق كبير جدا علشان اعمل بي تفتيت للخلايا الدهنية الله فرق جدا هنا منطقة الوش عندي برضو منطقة اللغض منطقة اللغض ساعات بتبقى مزهجة جدا في حالات كتيرة جدا لان بيبقى سبب الدهون وانا مش عارفة ان انا حتى لو عملت شد او اي حاجة مش عارفة ده الشكل من قريب بقى يعني من الوش انا ازاي وشها بقى في طالع لفوق ويخطين اللغض 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 اختفى تماما فالهايفو مستو ان انا بعرف استخدمه في كذا حيجة على حسب انا هستخدم انه يعني على اني منطقة هستخدمه على حسب الكيس نفسها لكن هو فعلا بيفتد الدهون وفعلا ولا يعني اللي هو ايه لستة يدوب عندها شوية ثمنة موضعية ثمنة موضعية اه كلبازة خفيفة يعني مش كلبازة كتير الزبط يعني الناس اللي عن او بالزيت كمان حالات اللي بيبقى فيها شوية تراهل ومحتاجة اللي هي تتشد الجلد بالضبط النتائجه بتبقى هيلة جدا في المنطقة دي طب عارفة بقى ان منطقة الايد يا دكتور من الناس من الحاجات اللي هي بيبنى عليها السن مش بس كده كمان لو احنا حد عمل دايت جامد قوي وخاص برضو الايدين بتفضي او الجلد نفسه كله بيفضي كده تحسي ان هو يعني فيه لو شديتي بيبقى فيه بتقولي العروق بينك اه لا وكمان حتى لو شديتي بيبقى الجلد نفسه فيه على ما يرجع تاني بياخد وقت حتى لو رحتي عملتي مانيكور حتى لو رحتي عملتي اي حاجة برضو الايد شكلها ما بيبقاش حلو كلا كبير شكلها كبير عجوزة ازاي انا اقدر اخلي الايد دي ترجع شكلها تاني كده طبيعي وجميل الايد دايما من المناطق الايد والرقبة يعني دايما مناطق بيبنى عليهم السن ودايما بيبقوا مظلومين جدا الوطنة ما بتجدهش اول ما ببدأ ان انا اهتم باهتم دايما بالوش وبنسها مثلا ايدي ساعة انا فقدت وزن بتدى يحصل شوية تهدل في الوش الجريت زبطت الدنيا من فوق وناسية خالص من شكل الايد او يمكن شوية مع كبر السن في مرحلة معينة بيبتدي ان انا الايد بتفضى تماما وشكل العروق اللي تبقى مع الرأة بالزبط وبيبقى المنظر ومعقلة كمان يعني مش بس مع رأة وكمان معقلة احنا دلوقتي بنقدر نحقن فيها فيلر بس فيلر مخصص منطقة الايد منطقة الايد عندي منطقة بتتحرك كتير بس تعملها في مياه مدة طويلة فلازم هستعمل حاجة تقيلة جدا تبتتعود معايا مدة طويلة وتديني الشكل المناسب يعني الفلر بتاع الايدين بيبقى مختلف عن الشفايف عن الوش عن اي حاجة بالزبط هو بيبقى مخصص انه هو يعط في المنطقة بتاعة الايد مدة اطول لان دايما الفلر بيتكسر بسرعة كل محطته في منطقة متحركة اكتر يعني لما بحطه في اللبس مثلا في الشفايف غير لما بحطه تحت العين تحت العين منطقة مش متحركة فبيعط فيها مدة اطول برضو نفس الكلام الايد بقى دي على طول حرقة وعلى طول فمية ومتعرضة للشمس فبيبقى بستخدم نوع فلر تقيل بيبتدي ان هو يملى المنطقة كلها في جلسة واحدة بشوف النتيجة خلال الجلسة يمكن بشوف تمانين في المية والنتيجة ايه معايا النتيجة وقتية النتيجة اميديت يعني وده يعني ميزة الفلر ان انا بحكم على الشكل وانا قاعدة وده برضو داخل في العروض بتاعة اورا وكده يعني يعني الناس بالضبط احنا عاملين خصومات على كل الجلسات كل حاجة موجودة في العيادة كل الخدمات وفيه كمان ساشنز عليا ساشنز تانية فريع لشان نقدر نوصل لأكبر عدد وما نخليش حد يبقى مكسل او كله مبسوط ونشجع البنات شوية تعمل يعني خلاص بقى يعني بتدون غير من شكلنا بقى شكرا